أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند الفقرة النهاردة هتكون مهمة جداً لأنها هتركز في تفاصيل أعتقد محتاجين نكون واضحين فيها بالنسبة للمرحلة اللي جاية الماتش انتهى وأحداثه كلنا عرفناها وتابعناها وشفنا خلاص المسرحية اللي اتعملت في الفترة الأخيرة إزاي نتيجتها قدام الرأي العام العالمي كانت واضحة للجميع يوم 30 مايو 22 في مراكم محمد الخامس في كذابلانك ولكن الملفت للانتباه بالنسبة لكل المتابعين والمهتمين بشأن الكرة الإفريقية أن الموضوع منتهاش عند تسليم الميدليات والكأس والقصة انتهت لا الموضوع زاد بتصريحات أنا على المستوى الشخصي كصحفي لما أجي أطلق هذه التصريحات الأول بتأكد التصريحات جاية منين هل من جاية من الصحافة المغربية ولا التصريحات منسوبة لصحافة أخرى ولا التصريحات دي الهدف منها حاجة سلبية وأنا لازم برضو لما أخد أي تصريحات لازم أركز في تفاصيلها طيب عموما التصريحات للسيد فاوز الأججع عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكعف ورئيس الاتحاد المغربي كانت من الصحف المغربية طيب إمبارح أنا مستنى يطلع رد أو نفي لأن الموضوع بصراحة بالنسبة لي كان مستفز جدا للكلام اللي تقال والتصريحات اللي تقالت والله أستعرضها دلوقتي بس عايز أتكلم في جزئية تانية قبلها كان كلام غريب ملوش علاقة بالأحداث وبالمباراة وبالانتصار أنت فزت بالكاس وحققت اللي أنت عايزه خلاص انتهى إيه اللي فات اللي أنت عايز تتكلم عليه لكن عموما خرج الأستاذ محمد مكروف وهو زميل إعلامي والمتحدث الرسمي للاتحاد المغربي لقرة القدم واتكلم وقال أن كل ما نسب من خلال صحيفة الشروع الجزائرية عاري تماما من الصحة أنا بقول لكم بالضبط النص اللي قاله في المداخلة اللي قالها مبارح مع أحد الزملاء أو مع أحد الزملاء في إحدى القنوات الفضائية قال اللي ذكر بالضبط من خلال صحيفة الشروع الجزائرية عاري تماما من الصحة أنا هتطفق معاك أنه عاري تماما من الصحة ولكن الملفت للانتباه بالنسبة لي أن التصرحات بيقعد نشروها من تاني في أكبر المواقع الرياضية المغربية ما هي لو التصرحات غلط أكتر ناس هتكون حريصة على النفي هي المواقع المغربية يا أستاذ محمد يا سيد فوزي التصرحات التي تقالت دي يجب عليك أن تخرج بنفسك لنفيها صوت وصورة مش متحدث علام يطلع يتكلم أو بيان ينشر أنت بنفسك تطلع تنفي أنا عارف دايما أنك عندك الشجاعة وبتطلع تتكلم بس التصرحات التي تقالت مبارح والتي عستعرضها دلوقتي من خلال موقع البطولة أنت بنفسك لازم تطلع تنفيها لأن موقع البطولة المغربي لما ينشر الكلام دا مبارح بالليل بعد نفي المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لا هنا لازم أقف ليه؟ مكتوب قدامك هو يا جماعة وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لقرة القدم بالقول زمن الفساد والاحتقار القروي الذي عرفته أفريقيا طيلة سنوات انتهى ولم تعد هناك إمكانية لاحتقار الألقاب كما في السابق مين اللي بيحتقر الألقاب؟ مين اللي بيعمل فساد؟ يعني الكلام دا مين المقصود بي؟ يعني الكلام دا يا جماعة حضرتك لما تطلع تقول الكلام دا وانت كسبان توصد مين؟ مهو اللي بيحتكر الألقاب وصاحب الأعلى الرصيد من الألقاب القراهية الأندية المصرية الأهل عشر دوري أبطال إفريقيا الزمالي خمسة دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي بطولة فستاشر لقب من دوري أبطال إفريقيا للأندية المصرية عدد ألقاب الأندية المغربية الوداد الرجاء الجيش الملكي سبعة الأهل الواحد وعشرة توصد مين من اللي بيحتكر الألقاب؟ وتوصد مين من الفساد؟ ما هو الكلام ده ممكن يكون مقصود بمين هل توصد مازمبي هل توصد الأهلي هل توصد الزمالك هل توصد الأندات التونسية هل توصد الأندات الجزائرية تصرحتك ده عملت بلبلة بشكل غير طبيعي ولما يتم نافياها ثم تأكدها من موقع البطولة بالأمس لازم أعمل هنا لأ نقطة من أول السطر حضرتك لازم تطلع بنفسك يتأكدها يتم فيها لأن احنا عندنا ردود كبيرة جدا على الكلام ده الأهلي لما فاز بالألقاب الأهلي لم يحتكر ألقاب بطريقة تانية الأهلي لما خسر لقابين وكان ممكن يعمل رقم قياسي في 2007 كان من خلال الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون التاريخ موجود يا جماعة مش هيتنسي والأحداث كلها ناش شفتها مين اللي منع الأهلي من احتقار اللقب للمرة الثالثة على التوالي مش الحكم الدولي المغربي عبد الرحيم العرجون مين اللي منع الأهلي من احتقار الرقب للمرة الثالثة ولو الماتش ده بتلاقي في ملعب محايد مش ملعب الفريل منافس مش القرار اللي يتاخد من الاتحاد الافريقي من خلال السلطات والقوة اللي موجودة للاتحاد المغربي أو لفوز لكجع داخل الاتحاد الافريقي مين ما هو اللي بيمنع فريق ان يعمل أرقام قياسية بعرقه وبجهده حضرتك مش حد تاني مين اللي كان عايز يمنع الأهلي في 2008 بالفوز بدور أبطال إفريقيا ومنع الحكم الجزائر جمال حايمودي من إدارة أي مباراة كان في عهد عيسى حياته لما الفريق اللي هو موجود في معقل نادي القط اللي هو موجود في نادي أو موجود في جاروة في الكاميرون هو اللي منع الأهلي ساعته وكان عايز يعيخ الأهلي كان فيه حكم متميز اسمه جمال حايمودي اللي بالمناسبة جمال حايمودي أفضل حكم جزائري دور عليه شفوه شغال في لجنة الحكام في الكاف ولا لا مش هكليه موجود شفوه بعد ما بطل الاتحاد الافريقي بيستعين لا بي ولا لا مش هكليه موجود ليه لأنه حكم نازيه حكم مميز فوجود رئيس الاتحاد الافريقي قدر مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بكل عدالة والأهلي فاز بدورة أبطال إفريقيا 2008 فلما تتكلم على الاحتقار والفساد لا ستوب ستوب انت هنا حضرتك بتتكلم لازم توجه انت عايز تقصد من بكلام ده ولما تطلع ترد انت ترد بنفسك لأن النفي اللي طلع مبارح أنا كنت بتمنى أن يكون نفي منك وعموما طلع المتحدث الإعلامي وقال بننفل الكتب في الشروع الجزائري لا يا حضرتك يا فاندي أنا عايز نفي على ما نشوف الصحف المغربية بنفسه رئيس الاتحاد المغربية